السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايك حبايبي اعملين ايه يا رب كلكم طيبين وبخير. واهلا بكم في قناتي مروة زهرة. ان شاء الله النهاردة هقدم بحضراتكم فيديو خاص بالصفر الرابع في بلدة العلوم. هنشرح مع بعض الفيديو الاخير من المفهومة التالت. الضوء وحاسة البصر. هنشرح مع بعض النشاط عشرة. احداشر واثناشر. الموجودين في كتاب الاضواء في صفحة مية وستة. هارضهم معاكم بطريقة بسطة جدا وسهلة. الاول حاجة النموذج اللي انا هشرحه النهاردة ده بيتكلم عن تجربة لتوضيح كيفية رؤيتنا للضوء المنعكس من الاكسام. قبل ما ابدأ الفيديو بتمنى كلكم تدعموني بلايك للفيديو. وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على علامة الكل. عشان يوصلوكم اشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي هنزلها ان شاء الله. وكمان اقولوا اسمائكم في التعليقات علشان ابدأ اقولها معايا في الفيديوهات القادمة ان شاء الله. اول حاجة النهاردة بنشرح مع بعض ده نشاط عشرة موجودة عندي في كتاب الاضواء في صفحة مية وستة. قدت الجربة اللي انا بشرحها قدامكم دي بتوضح كيفية رؤية الضوء المنعكس من الاكسام. اول حاجة هو جايب لي هنا قرة وجايب كرسي وجايب سلة. بيتخيل القرة دي ان هي عاملة زي ضوء الشمس كده. ده في البداية. بيبدأ عايز يضرب الكرة دي في الكرسي. بيقول انا لو عملت اصطدام بين الكرة والكرسي او ضربت الكرة دي في الكرسي اللي قدامكم ده. وانا حط السلة كده تحت الكرسي وارد جدا الكرة تقع في السلة. تمام? او ممكن اجي اعمل واحدة تانية اضرب الكرة مرة تانية في الكرسي وارد جدا الكرة ما تقعش في الكرسي ده. طيب ايه اللي انا استفدتوا من الكلام ده? انا مرة جمعت الكرة هو ضربتها في الكرسي نزلت على طول في السلة. مرة تانية ضربت الكرة في الكرسي. الكرة ما جاتش في السلة. وارد بقى بيشبه لك الكلام ده بان هو عامل بمثال بسيط جدا. قالك ان الكرة دي عاملة زي الاشعة الضوئية المنعكسة. من الاكسام. الاشعة الضوئية دي ضربت في الجسم قدامك اهو. وارد جدا ان الاشعة دي تدخل على العين بتاعت الانسان على طول. انت تقدر تشوف الاشياء اللي قدامك. وارد جدا ان الاشعة دي تضرب في الجسم اللي قدامها. والعين بتاعتك ما تقدرش تجمعها او الاشعة دي ما تقدرش ان هي تترض للعين بتاعتك. فبالتالي انت مش هتقدر تشوف الاكسام اللي قدامك. الاستنتاج ده بيخليني استنتج حاجة مهمة جدا من النشاط ده. ان الاشعة الضوئية المنعكسة من الاكسام بتدخل للعين. فتخليك تشوف الاجسام الاشعات ضوئية المرتدة من الاجسام عندما تدخل الى العين تخليك انت تشوف كل حاجة قدامك وتبقى الحاجة دي واضحة لكن في بعض الاشعات ضوئية المرتدة او المنعكسة من الاجسام ما بتدخلش للعين زي ما حصل كده انه القره ما نزلتش في السلة القره نزلت جنب السلة او خارج السلة اللي حصل فانت طبيعي مش هتقدر تشوف الاجسام مبسط الكلام ده اكتر عندي حاجة اسمها الاشعات ضوئية الاشعات ضوئية دي لما بتنعكس العينك وتدخل عينك بتخليك تقدر تشوف كل حاجة كويس جدا الاشعات ضوئية دي لو ما نعكستش على عينك انت مش هتقدر تشوف اي حاجة قدامك من الاشياء اللي قدامك الاستنتاج بيقول لي ان بعض الاشعات ضوئية المنعكسة من الاجسام تدخل الى العينين فطرى الاشياء وبعض الاشعات ضوئية المنعكسة من الاجسام لا تدخل العين فلا طرى الاشياء يبقى انا عندي الاشعة الضوئية بتنعكس على الجسم الجسم بيعكس الاشعة دي على عيني بيخليني اشوف كل حاجة عندي اشعة ضوئية بتنعكس على الاجسام الجسم مقدرش يعكس الاشعة دي على عيني فانت مش هتقدر تشوف اي حاجة ده اول مثال عمدي جايب لي بقى في صفحة 107 اسئلة بسيطة جدا على الجزء اللي فات ده كله هعرضها معاكو برضو علشان ما نسيبش حاجة اول حاجة بيقول لي تخير الاجابة الصحيحة البصات الشفاف من التكيفات طبعا البصات الشفاف ده حاجة ربنا لقليقة للحيوانات عشان تساعدوا على الرؤية في الظلام لبدا تكيفات تركيبية تسمح المواد بنافاز الضوء من خلالها المواد الشفافة بتسمح بنافاز الضوء او مروره من خلالها اي من الاسطح التالية بتنشر الضوء بشكل عشوائي السطح الخشن لما كنا بنقول بيبعث الضوء او بينشره يعني ما بيخلهش متجمع في اتجاه واحد ما زي يحدث الضوء عند سكوته على سطح خشن الا هيحصل للضوء لما هيسقط على سطح خشن هلا هيحصله انتشار ولا هيحصله نتاز ولا هيحصله انقصار ولا هيحصله انتصاص هيحصله انتصاص زي ده ما كان بيخصل في الاكسام الخشنة زي الملابس وشرحتها معاكم في التجربة قبل كده في الفيديو السابق وكل الفيديوهات اللي انا شرحتها قبل كده اتلاقوها موجودة عندكم في صندوق الوصف اللي انكب دعتها بيتغزى كرد الترسير على ايه كرد الترسير بيأكل الحشرات وبيأكل السحال الصغيرة وبيأكل الطيور هنختار جميع ما سبق بيصطاد كرد الترسير فرائصه ليلا بيقدر ان هو يصطاد الفريسة بتاعته ليلا في الشكل المقابل ما هي خصائص الضوء التي تساعدك على رأي صورتك في المرآة والانعكاس الضوء ودايما نخليكوا عارفين ان من خصائص الضوء ده على طول انكسار الضوء انعكاس الضوء كمان عمدي حاجة اسمها نفاذ الضوء دي الضوء يسير في خطوط مستقيمة دي اسمها خصائص الضوء الصورة اللي قدامي دي بتمستلي انعكاس الضوء ودايما نخليك رابط في جمعك كلمة انعكاس بكلمة ارتداد اما نجي نحل دايما نفكر نفسنا بالكلام السهل علشان ما تنسوش ويبقى عندكم حلقة ربط بين الاسئلة وبين الجزء اللي شرحنا قبل كده اكمل العبارات التالية باستخدام الكلمات المعطاة ده اسهل سؤال وان شاء الله يكون موجود معكم في الامتحان وهتحلوه ويبقى سهل جدا عليكم الحيوانات الليلية لديها اعين كبيرة زي ما احنا قلنا بيكون عمدها العين بتاعتها بيكون كبيرة عن عين الانسان وبيكون حطقة العين بتكون اقصر اتساعة ابتكروا الكلام وربطوا في مقوكم علشان تبدأوا تحلوا بتراقسها لو ما تغلطوش بيعيش في جنوب شرق اسيا كرد التراسير بيعيش في جنوب شرق اسيا خليكوا حفظين عيون اقصر حساسية للضوء وتسمح باستقبال كمية اكبر من الضوء عيون مين؟ عيون القطط بتكون اقصر حساسية للضوء عيون القطط ودايما تخليكم ركزين في الكلام ده هو الصورة المرئية للطاقة طبعا ده تعريف الضوء هو الصورة المرئية للطاقة الضوء هو الصورة المرئية للطاقة المادة التي لا تسمح بمرور الضوء خلالها بتسمى نركز في قراءة السؤال كويس مادة لا تسمح بمرور الضوء خلالها تسمى المادة المعتمة على طول الزجاج مادة شفافة والله حتى انا من غير ما شوفه الزجاج مادة شفافة ارتداد الضوء عندما يسقط على سطح جسم بتحدث ظاهرة دايما خليك معلم كلمة ارتداد يعني انعكاس كلمة ارتداد في اللغة العربية أصلا معناها انعكاس يبقى انت عارف ان ارتداد الضوء عندما يسقط على جسم بتحدث ظاهرة انعكاس الضوء بعد كده هنتميقل للفقرة التانية بيقولي تخير من العمود به ما يناسب العمود ألف وبيقولي الخشب الخشب ده مادة معتمة ده رقم واحد الهواء الجوي الهواء الجوي ده مادة شفافة المواد الشفافة هي المواد التي تسمح بمرور الضوء من خلالها او هي المواد التي تسمح بنفاذ الضوء من خلالها طب المواد الشفافة دي زي ايه زي الماء زي الهواء زي الزجاج زي كمان ايه الماء والهواء والزجاج دي كلها اسمها مواد شفافة بعد كده عمدي الجسم السطح اللامع السطح اللامع بيعمل ايه السطح اللامع بتعكس الأشعة الضوئية السقطة عليه في اتجاه واحد. طالما قالك كلمة سطح ولامع يعني مستوي. يعني بيعكس كل أشعة ضوء السقطة عليه وبيكون في اتجاه واحد. السطح الخشن طبعا بتعكس الأشعة الضوئية السقطة في اتجاهات مختلفة. بعد كده عمدي بيقوله ضع علامة صحة أمام العبارات الآتية. بيستطيع قرد التراثير تدوير رأسه بزاوية تسعين طبعا إجابة خطأة ده كان بيقدر أنه يلف فرصه في زاوية 180 درجة. أضوء صورة من صور الطاقة التي يمكن رؤيتها أضوء صورة من صور الطاقة. شايفين أنا ما جاءت أقرأ قرأت غلط. بقول لكم التي يمكن رؤيتها. هو كاتب لي في السؤال أصلا أضوء صورة من صور الطاقة التي لا يمكن رؤيتها ركزهم بإجابة خاطئة مقدرش أن أنا. إزاي ده الدوء ده أنا بشوفه. لكن هو هنا في السؤال بيقول لي لا يمكن رؤيته. لا الضوء أنا بشوفه هو الطاقة التي يمكن رؤيتها ويسمى بالطيف المرئي احفظ التعريف معايا كويس جدا الضوء هو الطاقة التي يمكن رؤيتها ويسمى بالطيف المرئي تحتوي أعين بعض الحيوانات مثل أننا وقتت على البصات الشفاف لتساعدها على الصدف الليلة دي الإجابة صحيحة بتعكس المرئة الضوء بصورة جيدة في اتجاه واحد إجابة صحيحة بتعتبر العدسات مادة شفافة الإجابة صحيحة جلد الإنسان بيسمح بمرور الضوء من خلاله إجابة خاطئة لأن جسم الإنسان ده مادة معتمة بيمتص الضوء وما بيقدرش أنه هو الضوء ينفذ من خلاله عشان كده بيكون لأيه بيكون لظل شايفين إيدي قدامكم هي تو الظل بتاعها بين قدامكم أو الألم قدامكم هو تو الظل بتاعه بين قدامكم بعد كده بيقولك بالمصطلح العلمي الصورة المرئية للطاقة على طول الضوء أول ما تشوف كلمة الصورة المرئية أو الطاقة تعريف الضوء على طول طبقة رقيقة في مؤخرة العين بتاعكس الضوء ده اسمه البصاط الشفاف وقلتلكم إن ده لازم يكون موجود في الامتحان أول ما يقولك طبقة رقيقة في مؤخرة العين بتاعكس الضوء تبقى عارف إن ده تعريف البصاط الشفاف وقلتلكم أعلموا عليه باسم سؤال الامتحان مهم جدا حيوان سادي بيبلغ طوله عشرة سنتي بدون الديل ده اسمه كرد الترسير ومهم جدا كرد الترسير ده نركز فيه حيوان سادي عارف طوله يعني إيه يعني بيالد وبيرضع صغاره وطوله عشرة سنتيمتر بدون الديل وبيعيش في جنوب شرق أسيا وبيتغزى على الحشرات والسحالي والطيور يبقى ده اسمه كرد الترسير بعد كده ارتداد الضوء لازم أول ما تشوف كلمة ارتداد الضوء تبقى متعارف إن ده اسمه انعكاز الضوء بعد كده أجسام لا تسمح برؤية الضوء من خلالها دي اسمها المواد أو الأجسام المعتمة بقية الضوء تبقى الأجسام الشفافة هنتمي اللي شرح النشاط رقم 11 معانا في كتاب الأضواء بيقول لي بقى بدأ يعيد الكلام بس بجايب الكلام بحيث إنه هو بمجمع لكو كل المعلومات اللي انتو تحصلتوها علشان يبدأ يعرضها معاكو تاني عشان التسكير وعلشان انتو ما تطلق بطوش وعلشان هو راجل بيحب الإعادة فبيقول السيد في الظلام وبيعرف تاني تعريف الضوء بيقول إنه الضوء هو الصورة المرئية للطاقة التي تنتقل في صورة موجات وده بيجي في الأكمل على طول الصورة المرئية للطاقة التي تنتقل في صورة الموجات ده تعريف الضوء وتعريف مهم جدا بعد كده بيتكلم على مصادر الضوء وقلنا كلمة مصادر الضوء ده أو مصدر الضوء ممكن يجي لك كده أو كده كلمة مصادر الضوء أو مصدر الضوء يعني ايه كلمة مصدر الضوء أو مصادر الضوء هي الأشياء التي ينبعث منها الضوء يعني الحاجة اللي بيخرج منها الضوء طيب أنا عندي حاجات بيخرج منها الضوء قلت لأك أيوة زي الشمس وزي النهار وزي المصابيح اليدوية وزي المصابيح القهربائية حتى وانا بشرح قلتلكوا ان مصادر الضوء دي بتنقسم لمصادر طبيعية ومصادر صناعية المصادر الطبيعية قلتلكوا زي الشمس وزي النجوم المصادر الصناعية زي النار وزي الكشاف وزي الشموع وزي المصبح القهربي وقلتلكوا حاجة مهمة جدا في الجزء ده قلتلك ان القمر لا يعتبر مصدر من مصادر الضوء ركزوا كويس جدا القمر لا يعتبر مصدر من مصادر الضوء ليه? لان القمر في حقيقته جسم معتم ماله بيعمل ايه? ده جسمه معتم بيعكس ضوء الشمس السقط عليه. يعني عامل القمر ده عمل زي ستافنجة. يعقل طول اليوم. يمتص ضوء الشمس السقط عليه. وبالليل يعكس لك الضوء ده. بيخرج الضوء اللي هو شربه او مصه طول اليوم من اشعة الشمس. يركز كويس في الجزئية دهيت. عشان يجي لك في الصحة والغلط. القمر بيعتبر مصدر من مصادر الضوء تبقى الاجابة خاطئة. القمر لا يعتبر مصدر من مصادر الضوء لان القمر جسمي معتم بيعكس ضوء الشمس السقط عليه. بعد كده بيكمل وجاب لمقارنة من رؤية الكائنات الحية للاشياء. رؤية الانسان ورؤية رؤية الحيوان. في البداية كلام بسيط جدا عبروا عنه. الكلام ده فهمه وليس حفظه. الانسان ما يقدرش يشوف في الظلام دي اول حاجة. طيب لازم الانسان يتوفر له الضوء علشان يقدر يشوف. الحاجة التالتة قال لك ان الانسان عشان يقدر يشوف بالليل بيكون محتاج لحاجة اسمه. عشان يقدر يشوف في الظلام بالليل بيحتاج لنظارات خاصة بالرؤية الليلية. اهو الانسان لا يستطيع الرؤية في الظلام. كلام بسيط. رقم اثنين لا يتوفر الرؤية بدون وجوده الضوء. او لا تحبس عملية الرؤية بدون وجوده الضوء. رقم ثلاثة الانسان لا يستطيع الرؤية في الظلام إلا إذا توفر لديه نظارات خاصة بالرؤية الليلية. وكل اللي انا شدلكوا عليه خط ده بيجي في الاكمل في الامتحان الحيوانات بقى نتنقل على الحيوانات قالك ان في عندنا حيوانات اصلا اسمها حيوانات ليلية حيوانات ليلية ليه عشان هي بتقدر تشتغل بالليل يعني تنشط ليلة وكمان الحيوانات دي بتقدر ان هي بتستطيع الرؤية الظلام والكلام اين الحيوانات دي قالك زي القطط وزي الاحصنة وزي حيوان الرنة ودي بيقولك ان هي ايش معنى الحيوانات دي بتقدر ان هي تصطد بالليل او بيبقى عمداها الرؤية في الظلام. ليه علشان ايه? لان ربنا سبحانه وتعالى خلى العين بتاعتها فيها غشاء رقيق. الغشاء الرقيق ده اللي احنا قلنا عليه اللي هو اسمه البصات الشفاف. بيعمل ايه البصات الرقيق ده? بيكون موجود في الجزء الخلف للعين بتاعهم. بيبقى عامل زي المراية. بيجمع اقل لضوء. بيكون متاح قدامهم. وبيبدأ يساعدهم في الرؤية بشكل كبير جدا في الظلمة وكمان يقدروا من خلال الغشاء ده اللي بيساعدهم انهما يشوفوا اكبر كمية من الضوء انهما يصطادوا الفريسة بتاعتهم. كلام بسيط تقدر تعبر عنه. الحيوانات بتستطيع ان هي اه الرؤية في الظلام وتسمى حيوانات ليلية زي القطط والاحصنة لانها تحتوي على لان لانها تحتوي داخل اعينها على غشاء رقيق يقع في الجزء الخلفي للعين بيساعدها على الرؤية في الظلام واستياض الحيوانات. طيب عمدي كمان حاجة اسمه البوساط الشفاف. البوساط الشفاف ده عبارة عن ايه? ده عبارة عن طبقة رقيقة في مؤخرات العين بتاعكس الضوء. وكبلكوا عليه السؤال الامتحان عشان مهم جدا. البوساط الشفاف مرة كمان طبقة رقيقة في مؤخرات العين بتاعكس الضوء. خليكوا فاكرينه بان هو عامل زي المراية. ده المراية بيعكس لهم كل الضوء. بيجمع اقل ضوء قدامه. ويقبر الضوء ده. ويوضحوا قدامهم ويخلي لهم نساحة كبيرة جدا من الرؤية ويبقى شايف اللي الحيوان اللي هيصطاده او يبقى شايف حتى لو الدنيا ظلمة قدامه. ده اسمه البوساط الشفاف. وده يرتبر نوع من التكيفات التركيبية اللي ربنا خلقها للحيوانات الليلية عشان تقدر تنرس بيت النشاط بتاعها بالليل. وعشان تقدر تصطاد الفريسة بتاعتها. بعد كده بدأ يتكلملي على قرد الترسير ده كلام بسيط جدا. شوفونا لما بدأ ترتب الخصائص اللي جايبها لي في الكتاب بدأ تلكو بالكلام البسيط. اما نتعود في المذاكرة العلوم دي بالذات. ابدأ بمذاكرة الكلام السهل. اللي يدخل دماغي اللي ما اعتبرها معلومات عام. يعني مسلا بقول انه قرد صغير بيعيش في جنوب شرق اسيا دي اول حاجة. كمان بيبلغ طوله عشرة سنتيمتر بدون الديل. حيوان سادي بيعيش وبينشط بالليل. بيتغزى على الحشرات والسحالي والطيور. وكمان عينه عينيه كبيرتين. لما قلنا بنقول ان هو في التكيفات بتاعة الكرد الترسير ده ان ربنا خلق له عينين كبيرتين. او عيونه بتشبه عيون البوم. بس هو ما بيقدرش يحرك عيني دي داخل تجويف العين بتاعته عشان حجمها كبير. وكمان انه هو بيقدر يلف في راسه في جميع الاتجاهات بزاوية مية وعشرين مية 80 درجة. ده الصفات اللي موجودة لكرد الترسير اللي معروضة عندي في النشاط رقم 11. بعد كده برضو بيراجع على كلمة انعكاس الضوء. وخلي بالكم من كلمة انعكاس لللي بيطلخ بطم او اللي بينساها. معنى كلمة انعكاس هقولها مليون مرة معناها ارتداد. ودي في اللغة العربية. معنى كلمة انعكاس معناها ارتداد. او رجوع ارتداد الضوء عندما يسقط على سطح عاكس. قلتلكم عندكم نوعين من الانعكاس. انعكاس اسمه الانعكاس المنتظم. وانعكاس اسمه الانعكاس الغير منتظم. الانعكاس المنتظم ده اللي بينزل او يسقط على الاجسام الاسطح اللامعة. زي المرآة او المعادن. والانعكاس الغير منتظم ده اللي بيسقط على الاجسام الخشنة. زي الملابس. وزي الورقة. عشان كده ده اسمه الانحكاس. بعد كده بيقول لك كيف يساعدنا الضوء على الرؤية. احنا بقى الانسان دي يشوف ازاي? او انت تقدر تشوف الاشياء اللي قدامك ازاي? قالك في البداية من عندي مثلا تفاحة. جايب لك تفاحة اوه. وبيقول لك ان بتسقط اشعة الضوء على الاجسام. الاجسعة بتاعت الشمس نزلت ضوء اهو نزل على الجسم اللي قدامي. بيحصل ايه? الاجسام دي بتعكس الضوء ده بتوديه على العين. العين بتبدأ تستقبل الاشعة ديت. وتبعت العين اشارة للمخ عن طريق الاعصاب. جزئية دي كويس جدا. بترسل العين اشارة للمخ عن طريق الاعصاب. دي كوي ديت مهمة جدا. العين بتبعت اشارة للمخ عن طريق الاعصاب. يبدأ المخ يفسر الرسالة ديت. ويخليك انت تترجم الحاجة اللي قدامك ديت. وتبدأ تشوف بقى تتصرف هتعمل ايه? هتروح مثلا نحية التفاحة دي تمسكها وتبدأ تاكلها. هتروح مثلا نحية الكتاب اللي قدامك ده تبدأ تقرأ فيه. ده اسمه ازاي انت بتقدر الضوء بيساعدك على الرؤية او ان انت بتقدر تشوف ازاي. اقول هلقوا مرة تانية بالراحة? اول حاجة بيسقط الضوء على الاكسام. بعد كده الاكسام بتعكس الضوء ده على العين. العين بتبعت اشارة للمخ. المخ العين بتبعت اشارة للمخ عن طريق ايه? عن طريق الاعصاب. يقولك ترسل العين اشارة للمخ عن طريق نقط. عن طريق الاعصاب. يقوم المخ بتفسير الاشارة وتجمعها وتوجيهها الى معلومات. او تفسيرها الى معلومات. او ترجمتها الى معلومات. ده انا قلتها معاكم. مش عايز اكون انا ودي ودي اقول وعيد الحاجة خمسين مرة. بسي بخاف ان انا اكون مطولة عليكم في الفيديو. بعد كده بتنقسم الاكسام حسب مرور الضوء. النوعين زي ما انا قلت معاكم. اكسام معتمة واكسام شفافة. ابسط حاجة. الاجسام المعتمدية لا تسمح بمرور الضوء من خلالها. دي عم تنتصه. يعني بتنتصه الضوء. ركزهم. زي الجلود. زي وراء الكارتون. زي وراء الشجر. زي المعادن. زي جسم الانسان. دي اسمها المواد المعتمدة. هي الاجسام التي لا تسمح بمرور الضوء من خلالها. او هي الاجسام التي تنتصه الضوء. يعني بتمسه الضوء. زي الجلود. زي ورق الكارتون. زي ورق للشجر زي المعابن. لكن الأجسام الشفافة دي بقى ايه؟ نعلمها كده بنقول ايه؟ بتنفذه او يمر من خلالها. يمر من خلالها. هو بيه اللي بيمر من خلالها؟ الضق اللي احنا بنتكلم عنه. الأجسام الشفافة هي أجسام تسمح بمرور الضق من خلالها زي الزجاج الشفاف والهواء والماء والعدسات. وكده انتقلنا على النشاط رقم 12 الموجود عمدي في كتاب الأضواء في صفحة 111. انا ماشي معاكم بترتيب الكتاب وصفحات. اول حاجة في النشاط ده. الاول بيتكلم عن دور الطبيب. دور طبيب العيون في علاج عيون الابصار. والكتاب بالصراحة ملخص الدنيا وعرضه بطرقة سهلة جدا. اسهل من سلاح التلميز مليون مرة. اول حاجة جايب. جايب لي حاجة بيعرفني على العدسة اللي بيكون موجودة داخل عين الانسان. بيقول لي ان العدسة دي بتركز الضوء اللي بيمر اليها على جدار العين الخلفي. العدسة دي بتاعت عين الانسان بتاعتك. بتركز الضوء. طيب خلينا نقول الكلام السهل. اول حاجة عدسة العين بتركز الضوء ده. زي يعني بتجمع لك الضوء. بعد كده بتعيد توجيهه بعد ما بتجمع الضوء ده بتعمل في ايه? بتعيد توجيهه عشان يكون الضوء ده متركز لك في نقطة واحدة. النقطة دي لما بتكون الضوء متركز فا في نقطة واحدة بيخليك تبقى شايف الرؤية كويس جدا. طيب لو الضوء بقى جيه عندك وتركزش في النقطة الواحدة دي. الا هيحصل. الا هيحصل حاجة اسمها عيوب الابصار. عيوب دي بقى نركز بقى في الكلام. معلشه. الكلام ده محتاج ينط؛وا. عيوب الابصار ده لازم اناكون حفظاها. كسر النظر وتول النظر وعمل الوان دي اسمها عيوب الابصار. قسر النظر طول النظر عمل الوان دي اسمها ثلاث عيوب للابصار. طيب تعالوا نعرف مع بعض يعني ايه قسر النظر ده? قسر النظر ده يعني انا ما بقدرش صعوبة رؤية الاجسام من مسافة بعيدة. يعني ما بقدرش يشوف الحاجة اللي موجودة في مسافة بعيدة عن عيني. ده اسم قسر النظر. يبقى قسر النظر هي صعوبة رؤية الاجسام من مسافة بعيدة. ده اسم قسر النظر. عندي حاجة اسمها بقى طول النظر. طول النظر ده متمثل في ايه? صعوبة رؤية الاجسام من مسافة قريبة خلوا بالكم شايفين طول النظر دي المسافة القريبة قصر النظر دي المسافة البعيدة عندي بقى رقم ثلاثة حاجة اسمها عمل الوان وده بيكون متمثل في ان انا ما بقدرش اميز اصلا بين الالوان اللي موجودة قدامي المختلفة صعوبة التمييز بين الالوان المختلفة ده اسمها عيوب الابصار نقولهم مرة كمان قصر النظر وده صعوبة رؤية الاجسام من المسافة بعيدة طول النظر صعوبة رؤية الاجسام من المسافة قريبة عمل الوان صعوبة التمييز بين الالوان المختلفة وبيقولك ان الشخص اللي بيعاني من احد العيوب بالابصار دي لابد من هو يتعرض على حاجة اسمها طبيب العيون طبيب العيون ده الشخص المتخصص في الرعاية الصحية في مجال الرؤية والابصار يعني الدكتور بيكون خاص في مجال العيون علشان يعالج لك الرؤية بتاعتك الابصار يشوف عندك قصر نظر يشوف عندك طول نظر يشوف عندك عمى الوان الطبيب ده بيعمل ايه بيفحص الشخص المريض اللي قدامه ده عشان يتأكد من تركيز العدسات للضوء بشكل صحيح عايز يشوف تركيز العدسة بتاعت عينك ديت موجودة وكويسة عايز يشوف العدسة دي بتقدر بيبدأ يفحصها كويس جد عشان يبدأ ياخد الاسلوب او الطريقة اللي هيعالجك به طيب ازاي بقى طرق طرق علاج الحاجات اللي احنا قلناها دي احنا قلنا ان احنا عامدين عيوب ازاي اقدر عالج العيوب دي قالك اول حاجة ممكن نستخدم حاجة سمار اتدائل نظارة ان انا لبس نظارة او استخدم حاجة سمار عدسات اللاصقة دي بتبقى موجودة داخل العين دي بالعلم الحديثة اه اه قدروا يتوصلوا لعدسات اللاصقة دي بتوضع داخل العين علشان تساعدك ان انت تشوفه وتبقى نجمع اكبر ثمية من الضوء قدامك او تركز الضوء داخل بقرة عينك عشان تقدر تشوف الاشياء بطرقة كويسة جدا ومتعنش من اي مشكلة من المشاكل اللي قدامك دي وكمان عمدك رقم ثلاثة الخضوع لجراحة الليزر الخضوع لجراحة الليزر من خلال ان انت تعمل عملية اسمها عملية الليزر والعملية الليزر دي بتقدر تخلي عمدك الرؤية كويسة جدا والثلاثة خضعت ليهم ارتدأت انا لبس ان اتضارة من الصف الثاني الاعدادي للصف الثالث الثانوي وارتدأت العدسات في فترة الجامعة وخضعت للليزر بعد ما اتخرجت من الجامعة التلاتة تعرضت ليهم دي اسمها ازاي اقدر اعالج المشكلات بتاع عيوب الابصار ارتداء النظارة خليكوا فاكرينهم بقى زي المس بتاعتكم ارتداء النظارة العدسات اللاصقة الخضوع لجراحة الليزر دي اسمها طرق علاج عيوب الابصار بعد كده جايب لي بقى التلخص الاسئلة اللي قدامكم دي ان شاء الله باذن الله عشان ما كونش متقول عليكم اكتر من كده في الشرح هنعرف بقى حل الاسئلة دي كلها في الفيديو قادم ان شاء الله باذن الله انا كده خلصت معاكم المفهوم التالي والتالت وهنتنيل ان شاء الله مع بعض بعد كده لشرح المفهوم الرابع انتظروني غدا باذن الله يا رب اكون بقدم لكم معلومة مفيدة دعواتي لكم جميعا حبيبي بالتوفيق والنجاح كنت معاكم مروة زهرة اشتركوا في القناة